واو واو يعني أنا بقرأ كمان في أيوب يعني كل المواصفات فعلا هي اللي بتشوفها في عظمة هذه الحيوانات اللي الله خلقها في اليوم السادس بالضبط كده هي أول أعمال الله بالضبط ومع الإنسان وبعدين معنا كده أن أيوب شافه لأن الرب بيكلم أيوب عن حيوانات هو شافها وعن كائنات هو شافها عشان يقوله أنت كنت فين لما أنا عملت ده وده وده وإنت كنت فين الحكمة اللي عندك لما أنا عملت النعامة اللي هي مش عارف بتحط معناته بعد الطفان يعني في بعض الديناسورات عاشوا آه الفكرة كالقاتي أنه هل الديناسورات دخلت الفلك ما ده سؤال كبير قوي بندرسه لما بندرس الفلك زي ما قلت دي من طائفة الزواحف والرب دخل الديناسورات الصغيرة صغيرة تمام اللي هتفئس أو بيضة أو لا هو قال دخل حيوانات حيوانات أوكي زكر وأنثى فدخلت الفلك وبعد ما خرجوا من الفلك حصل شيء ما نعرفش إي سببه وانقرضت ويا مكائنات بتنقرض كل يوم أيوة حتى اليوم بيحكوا لنا عن كتير طيور وحيوانات انقرضت وبتنقرضت باستمرار والشيء اللي كنت عاوزة يعني لفت انتباه أنه الإنسان كان يعيش طويل يس والديناسورات كانت تعيش طويل بتهيأني يعني الديناسورات كانت تعيش طويل طبعا بس المدد العمرية الطويلة دي من أول آدم لحد نوح أيوة تلاقي بمئات السنين يعني آدم عاشت تسعمية وتلاتين سنة ثم مات ما تشارح عاش تسعمية تسعة وستين سنة شوف دقة الكتاب مش قولك تسعمية وسبعين ده المدة اللي عاشها ده بأكد فكرة اليوم 24 ساعة بالتأكيد بالتأكيد أو السنة طبعا طبعا فالمدد الطويلة دي كانت مهمة قوي ليه في البداية لأنه كان فيه تواتر كان فيه الأحداث بتتقال للجيل اللي بعده والجيل اللي بعده ففيه شاهد عيان فكان ما تشالح عاش مع آدم وهو جد نوح أيوة فالتواصل تاريخي بوجود أشخاص شهود عيان بعد الطفان قال لعمر الإنسان طبعا وده كان من الرب أنه قال أنه عمره هيكون محدود وفي نفس الوقت الكتابة والشهادات ابتدت تتكتب ويتبع عندنا وسائق لها اشتركوا في القناة